بسم الأب والأمن والروح القدسة الإله الواحدة آمين من بعد الدخول الكبير من بعد الدورة الكبرى منصلي سوا طلبي اسمها الطلبي الإلحاحية وبهاي الطلبي منتذكر أنه ما نقدر نكمل بالإداة الإلهة بدون السلام مثل ما حكنا من قبل لهك بعض الطلبي بيطلع الكاهن وبيعطي السلام للعالم بيقول لهم السلام لجميعكم وبعد مباشرة بيدعون هالدعوة الجميلة لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترفه مقررين إذن بسلام ومحبي نعترف بآب وابن وروح قدس ثالثا متساون في الجوهر وغير منقسم وبعدها بيجي الوقت كل واحد فينا وبصوت عالي يعترف بإيمانه بالاعتراف الإيماني المسمي دستور الإيمان ويجب على كل شخص أن يتلو هذا الدستور بشكل شخصي هو اعتراف إيمان شخصي كل شخص يعترف هذا الإيمان ويقول إيمانه بصوت عالي وبعدها مباشرة نقف حسنا وبخوف لنقدم بسلام القربان المقدس وبعدين نرفع قلوبنا إلى فوق لنصلي هالصلاتين الصلاة الأولى يلي بتعبر لنا عن كل الأحداث الخلاصية اللي عمل يسوع مشانا لهيك نحن نسبح الرب ونباركه ونحمده ونشكره ونسجد له والصرة الثانية يلي بتكمل أو الإفشين الثاني اللي بيكمل الإفشين الأول لمنصليه مع القوات المغبوطة مع الملائكة ونهتف أيضا أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أحببت العالمك بهذا المقدار حتى أنك بثلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إذن نتذكر بهذا الإفشين أيضا العشاء السر وقتلي يسوع عطى تراميذ الخبز وقال لنخذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وأخذ النبيذ الخمر وقال لن اشربوا منها كلكم هذا هو دمي الذي للأهد الجديد الذي يهراقوا عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا بعدين متذكر كل الأحراص الخلاصية ونحن مقيمين هذا القداس الإلهي في السماوات مع ربنا يسوع المسيح متذكر كل الأحراص الخلاصية الصليب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات وجروس عن الميامن والمجيء الثاني المجيد أيضا هذه القرابين المقدسة التي للرب من الرب نقدمها إلى الرب عن كل شيء ومن أجل كل شيء ومن ثم الكاهن يصل الصلاة الأخيرة لطلب حلول الروح القدس على القرابين وعلى جميع المسلمين حتى الأطفال اللي ما عرفانين شو عما يصير يحل الروح القدس على القرابين ويحولها إلى جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح القائم بين الأموات وعلى جميع المصلين الموجود المجتمعين في الكنيسة المقدسة وبعد تعائلي واحدي نصلي جميعا سوية بعد ما كنا اعترفنا الاعتراف الإيمان الأول الشخصي وقلنا أنا أؤمن أؤمن بإله واحد هلأ صار الوقت لحتى كلنا سوى كعائلة واحدة نصلي سوى لأبينا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ومن بعدها بيكون صار الوقت لحتى نتناول جميعنا المناول المقدسي جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونتحد جميعنا بالجسد الإلهي ونكون بهذا قد عبرنا إلى نهاية القداس الإلهي متحدين سوية كجسد واحد بالجسد الواحد لربنا يسوع المسيح أمين ترجمة نانسي قنقر أمين ترجمة نانسي قنقر أمين